نفرق بين الأجهزة من حيث التشغيل ومن حيث التأثيرات الزياز ومن حيث التقيب الداخل كمان هنعرف ايه الأجهزة اللي يعني كل جهاز بيقيس كمية ايه ونتعامل معاه ازاي ونقدر نزبط مدى القياس وعمليات المعايرة وتحديد الأخطاء في كل جهاز هنتعلم الكلام ده مع بعض بإذن الله أول حاجة في مادتنا النهاردة ما هي اسمها مادة أجهزة القياس أو القياسات الكهربية مادة القياسات الكهربية علشان تدخل عليها أول حاجة لازم تكون عرفها هي انه يكون أنا فاهم يعني ايه كلمة قياس يعني ايه كلمة قياس كلمة قياس بأسهل مفهوم لها هي عملية مقارنة كمية بكمية أخرى تمام هي مقارنة كمية بكمية أخرى بشرط ان هي تكون من نفس النوع بشرط ان الكميتين يبقوا من نفس النوع لو أنا بقيس لتر طبعا عمليات القياس ما بتبقاش على قياس كميات كهربية فقط ده بتبقى أوزان وكتل وأحجام وأطوال فبيبقى لو أنا هقيس حاجة باللتر أو هاوزن حاجة باللتر يبقى من قياس الميزان باللتر لو هقيس الطول مسافات طويلة ما اسهاش بالسانطي لازم اقيس بالكمية المناسبة لها وبالتالي ان أنا لازم اعرف موضوع او تعريف كلمة القياس يبقى مقارنة كمية بكمية أخرى ونشوف مع بعض التعريف الكامل اللي هنقدر نكتبه مع بعض القياس بيقول لي انه هو عملية او هو مقارنة كمية بكمية أخرى او مقدار بمقدار آخر وبشرط انه يكون من نفس النوع وكمان انه من خلال العملية القياس بقدر احدد عدد مرات احتواء الأولى بالنسبة للتانية يبقى تعريف القياس اللي انت هتكتبه في الانتحان او في اجابتك لما يقول لك عرف القياس هنقول هو عبارة عن مقارنة مقدار بمقدار آخر او كمية بكمية أخرى من نفس نوعها لمعرفة عدد مرات احتواء الأولى بالنسبة للتانية طيب بعد كده بنشوف أنظمة القياس الدولية أنظمة القياس الدولية دي لابد ان انا افهمها واعرف أنواعها الأول وبعدين ندخل على تعريف كل واحد او شرح كل واحد اول نظام عندي هو نظام جاوس عندي هنا نظام جاوس النظام التاني اسمه النظام المتري النظام المتري طيب النظام التالت النظام التالت عندي اسمه النظام الدولي المعاصر او النظام المتري المعاصر اللي هو بنسميه الدولي SI تمام كده يبقى انا عندي اذكر انظمة القياس الدولية عندي وقم واحد نظام جاوس او تنقاسم انظمة القياس الدولية الى نظام جاوس اتنين نظام المتري تلاتة النظام الدولي SI طيب ما تيجي نشوف كده مع بعض نظام جاوس نظام جاوس بيقول لي ايه انه السنتيمتر هو وحدة الطول والجرام وحدة الكتلة والثانية وحدة الزمن تمام يبقى في النظام جاوس لما بنيجي نتعامل بالنظام جاوس هنقيس بالسنتي لما اجي ايس الطول يبقى هتعامل بالسنتي اقيس الكتلة والوزن هتعامل بالجرام ولما ايس الزمن او احدد قيمة الزمن هتعامل مع الزمن بوحدة قياس اللي هي الثانية طيب النظام التاني النظام التاني بيقول لي اسمه النظام المتري احنا تعلمنا الثلاثة انظمة خلاص وعرفناهم النظام المتري من اسمه هو بيقولك ده نظام متري تمام يبقى المتر وحدة قياس الطول والكيلو جرام وحدة الكتلة والثانية وحدة الزمن يبقى خلاص طالما هتعامل بالنظام التاني اللي هو النظام المتري يبقى المتر لوحدة الطول هتعامل بأنه المتر هنا وحدة الطول هيئيس بيها الطول أو الكيلو جرام هيئيس وحدة الكتلة والثانية هيئيس وحدة الزمن طيب النظام الثالث يا مستر النظام الثالث قلنا عليه اسمه النظام الدولي أو النظام المتري المعاصر تمام طيب النظام ده بيحتوي على سبع وحدات سبع كميات فيزيائية أو سبع وحدات قياس فيزيائية بيسمى النظام المتري المعاصر وبيتكون من سبع وحدات أساسية لقياس الكميات الفيزيائية ونطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل مع بعض النظام الدولي SI بكميات ترجمة نانسي قنقر نرجع نالكو بعد الفاصل ونكمل مع بعض كميات أو وحدات القياس للنظام الدولي SI أو اللي احنا كنا بنسميه المتري المعاصر النظام المتري المعاصر النظام المتري المعاصر أو الدولي SI لسبع كميات أو سبع وحدات قياس وهي في المتر والكيلو جرام والثانية والاستربيديان والمول المول وتعال نشوف مع بعض كده هنكتبهم ازاي ونحددهم مع بعض أول حاجة معايا من الكميات اللي موجودة عندي هنا رقم واحد المتر للطول رقم واحد المتر للطول رقم اتنين الكيلو جرام للكتلة الكيلو جرام للكتلة وعندي الثانية بنقيس بها الزمن وكمان فيه المول لكمية المسافة وحدة قياس كمية المسافة أو المسافة دي اسمها المول طيب رقم خمسة عندي هنا الأمبير لشدة الطيار الكهرابي رقم ستة الدرجة الكيلفينية وكلنا عارفين طبعا من المحلة الاعدادية انه دي لقياس درجة الحرارة وكمان موجود عندي الاستربيديان للزاوية المجسمة الاستربيديان للزاوية المجسمة تمام طيب هنا عندي بعد كده هندخل على جزئية مهمة اللي هي وحدات القياس الكهربية وحدات القياس الكهربية طب وحدات القياس الكهربية ايه انت دخلت المعمل في مادة اجهزة القياس في الصف الاول واحنا النهاردة خامس ايام الدراسة كل عام وانتم بخير دخلت برضو المعمل لقيت انت في معمل الهندسة الكهربية لقيت قدامك مجموعة من اجهزة القياس اللي موجودة في المعمل او الاجهزة المستقلة بذاتها وكل جهاز بيقيس كمية معينة في اجهزة لقيت ان في جهاز بيقيس شدة الطيار ولقيت في جهاز بيقيس فرق الجهد ولقيت اجهزة بيقيس القدرة ولقيت بعض الاجهزة او في جهاز تاني اسمه الافو ميتر مثلا بيقيس كل الايه القيم دي او الكميات الكهربية دي يعني لقيت انه هو فيه جهاز افو ميتر بيقيس قيمة المقاومة بيقيس قيمة فرق الجهد بيقيس شدة الطيار فمتعدد القياس ملتيميتر تمام طيب اول حاجة عندي لازم افهمها ان وحدة القياس ان مثلا لما اقولك كلمة انبير هي انبير دي معناها طيار ولا هي دي وحدة قياس شدة الطيار ها فهمنا النقطة دي لما اقولك انبير خمسة انبير اتنين من عشر انبير تلاتة انبير هو دي مش قيمة شدة الطيار يبقى كلمة انبير فحد ذاتها هي كمية تمام وحدة قياس لكمية كلمة انبير هي وحدة قياس لكمية معينة وبالتالي برضو الكلام نفسه على كلمة الفولت او مسمى الفولت وعلى القوم وده اللي هنشوفه مع بعض في تعريف اول كمية عندي اللي هي الانبير الانبير عندي هنا بيقول لي ايه هو وحدة قياس شدة الطيار وهو عبارة عن كمية الكهرباء التي تمر في الموصل كل ثانية طيب رمزه ايه الحرف الايه كابتل طيب الايه كابتل اختصار لايه يا مستر اختصار كلمة انبير باللغة الانجليزية تمام كده يبقى انا عندي كلمة انبير هي وحدة قياس شدة الطيار وهي عبارة عن كمية الكهرباء التي تمر في الموصل كل ثانية ويرمز له بالرمز ايه تمام كده طيب عندي الكمية التانية او وحدة القياس التانية وحدة القياس التانية اسمها الفولت الفولت هو ايه قالك انه هو مقدار فرق الجهد الكهرابي بين نقطتين في دائرة كهربية يمر بها طيار قيمته واحد انبير امتى عندما تفقد قدرة قدرها واحد واط بين النقطتين وهو وحدة قياس فرق الجهد الكهرابي طب هو وحدة قياس فرق الجهد بس يا مستر هقولك ما هو ممكن تقولي انه كمية فرق الجهد او قيمة فرق الجهد هي وحدة قياسها بالفولت هو احنا عندنا كمية تانية ممكن يبقى وحدة قياسها الفولت سامع ولد شاطر بيقول ايه ايوة يا مستر اتعلمنا ان القوة الدفعة الكهربية وحدة قياسها الفولت برافو عليك تمام كده طيب ده كده كان تعريف الفولت والرمز بتاعه وهو وحدة قياس فرق الجهد والقوة الدفعة الكهربية كمان نيجي بعد كده للقوم او الوحدة الكمية كمية القياس الاخرى او وحدة القياس لكمية اخرى اللي هي الاوم الاوم هو وحدة قياس المقاومة الاوم هو وحدة قياس المقاومة طيب هو عبارة عن ايه هو مقدار المقاومة الكهربية لموصل برضو امتى الكلام ده عندما يتصل بطرفيه فرق جهد كهربي قيمته واحد فولت فيمر به طيار قيمته واحد امبير محتاجة تفسير صح كده نفسرها مع بعض لو افتكرت انه لما كنا بنتكلم على مسلس الجهود ومسلس اوم كنا بنقول ان المسلس عبارة عن كنا بنقول ان هو مسلس بالشكل ده تمام وكنا بنقول برضو انه الفي فوق الفولت بيبقى فوق وقلنا انه الاي والار في القاعدة من تحت قاعدة المسلس تمام كده طيب لما انا عوز احسب قيمة الاوم لانه هو في التعريف قالك ايه قالك ان هو مقدار المقاومة الكهربية امتى امتى يا فندي مقدار المقاومة الكهربية ده قال لي لما يمر في دايرة كهربية فرق جهد قيمته في تمام كده اما يبقى على اطراف دايرة كهربية جهد قيمته في ويمر فيها طيار قيمته واحد امبير صح كده يعني ايه الكلام ده يعني اقدر اقول لك ان الار تسوي ايه الفي على ار صح كده مش دا اللي تعلمناه من المسلس صح كده تمام يبقى احنا كده فسرنا القوم وهنا وحدة القياس ايه مستر برافو عليك انا سامع الولد الشاطر اللي قال برضو على المعلومة اللي فاتت قال لي هنا وحدة القياس اوم والله الشكل دا انت مش واخد بالك منه اكتبها اوم بس احنا نتعلم على الشكل دا تمام كده طيب نشوف وحدة القياس او وحدة القياس التانية لكمية اخرى عندي بعد القوم في موجود الواط او موجودة وحدة قياس الواط والواط دوت هو وحدة قياس للقدرة الكهربية وحدة قياس للقدرة الكهربية طب تعريفه ايه نشوف مع بعض بيقول لي انه هو قيمة القدرة الكهربية في دائرة على طرفيها واحد فولت والطيار المر بها واحد امبير طب انا عايز افهمها برضو يا مستر علشان زي ما فهمتها لي بمعدلة وقانون انا مش هعرف افهمها الا بمعدلة وقانون هقول لك ارجع لقانون القدرة قانون القدرة كان بيقول ايه كان بيقول لي انه البي وكانت البي معناها ايه يا بش مهندس قالك ان البي هي القدرة البي هي ايه القدرة واي قدرة عبارة عن ايه عبارة عن حصل ضرب الجهد في الطيار وواحد سمعه بيقول يعني ايه النقطة دي يا مستر هقول له النقطة دي معناها في تمام كده احنا فاهمين الكلام ده احنا كلنا شطار طبعا وفاهمين الكلام ده يبقى انا عندي كده القدرة تساوي فالجهد صح كده في شدة الطيار صح كده يبقى انا عرفت من التعريف انه هو قيمة القدرة الكهربية في دائرة وقع على اطرافها جهد قيمة في ومر فيها طيار قيمة اي او قيمة مثلا واحد امبير مثلا واحد فولت تمام كده يبقى قدرنا نحسب القدرة الكهربية من التعريف اللي فهمناها مع بعض شاطرين برافو عليكم الكمية اللي بعد كده عندي الكمية اللي بعد كده او وحدة القياس لكمية اخرى هي الوات ساعة والوات ساعة ده احنا بنتعامل به ازاي في واحد بيقول انا سمعت الوات ساعة ده مستر لما بييجي محصل الكهرباء يتعامل مع العداد او لما بتيجي فطورة استهلاكنا للكهرباء بلاقيها بالوات ساعة او بالكيلو وات ساعة برافو عليك ليه لان هي في الاخر هي قيمة قدرة مستهلكة في وقت معين او في عدد ساعات تشغيل صح كده نشوف التعريف مع بعض ونفهم الكلام ونشوف مثال عليها بعدين اول حاجة بيقول لي ان الوات ساعة هو قيمة الاستهلاك في دائرة كهربية متصل بطرفيها جهد كهربي قيمته واحد فولت ويمر بها طيار كهربي قيمته واحد امبير بس الشرط هنا فين قال لي ان الشرط لمدة زمانية قدرها واحد ساعة يبقى الواحد امبير اللي مره في دائرة جهدها واحد فولت مره في وقت معين خلال واحد ساعة لمدة زمانية خلال واحد هو بيبقاش طبعا واحد امبير ولا واحد فولت اللي بيبقى استهلاك طبعا تمام كده يبقى ده كده الوات ساعة طيب مثال بسيط هنشوفه مع بعض ونتعلم ازاي نحسب الكيلو وات ساعة او الطاقة المستهلكة في الساعة المثال بيقول ايه جهاز كهربي زوجه دي تشغيل وانا عايزك تتعلم حاجة بقى علشان ايه المسائل اللي انت هتتعامل معاها في المادة بيبقى في مسائل بتبقى وحدات القياس مكتوبة وراء الارقام والطالبة ما بتاخدش بالها انه هل الرقم اللي انا شايفه في المسألة قدامي ده هو ده رقم شدة الطيار ولا قيمة فرق الجهد يعني العملية بتبقى مبهامة كده شوية هي مش مبهامة في المثال ده هو علشان مش مركز في قراءة المثال كويس ما بيطلعش الداتا بتاعة المثال كويس فبالتالي ما بيقدرش يدخل على المسألة وهو متطمن ووثق من نفسه اقرى المثال كويس طلع بيانتك مظبوط وبعد كده ادخل في حل المثال لانه الداتا اللي بتطلعها المعطيات بتاعة المثال اللي بتطلعها في المسودة على جنبي دي بيبقى عليها جزء من دارة المثال تمام لان معناها ان انت عرفت تقرى المثال وعرفت تحدد الكميات المتاحة في المثال تمام نرجع للمثال ونشوف بيقول ايه بقول لي جهاز كهرابي ذو جهد تشغيل خد بالك جهد تشغيل 220 فولت وعند تشغيله يمر به طيار مقداره 4 امبير نركز في كل كلمة عند معامل قدرة الوحدة الكلمة دي لوحدها موضوع يعني ايه؟ يعني معامل القدرة الوحدة لو نفتكر كده في الصف الاول احنا تعلمنا مع بعض انه فيه معامل قدرة متأخر وفيه معامل قدرة متقدم وفيه معامل قدرة الوحدة صح كده؟ طب يعني ايه معامل القدرة؟ برضو قلنا ان معامل القدرة اسمه كوزاين فاي صح كده؟ معامل القدرة اسمه كوزاين فاي في المسائل بيقولك انه ممكن يديلك معامل القدرة يقولك 8 من 10 تقدم او 8 من 10 تأخر تمام؟ فده كده هو حددهولك بتبقى واضحة لكن لما يقولك معامل القدرة الوحدة او معامل القدرة يساوي الوحدة ده هو بسطها لك خالص هو بقولك ان معامل القدرة يساوي واحد الكلمة انت تحس ان الموضوع عشان كده بقولك اقرأ المثال كويس المثال بسيط جدا وهم خطوتين هيخلصو لك المثال خطوتين هيخلصو لك المثال على طول فاقرأ المثال كويس علشان تعرف تطلع الداتا وتعرف تقرأ كمياتك المعطاة في المثال تقوم تعرف تحل المثال كويس المثال يخلص في خطوتين يعني ايه؟ بيقول لي ان الجهاز اللي عندي بيشتغل على جهد 22 فلت طالما قلنا جهد تشغيل او الجهاز يعمل على جهد تشغيل 220 فولت يبقى جهد تشغيله 220 فولت جهد الجهاز 220 فولت الجهد الدخلي للجهاز 220 فولت وعند تشغيله ايضا يمر فيه 4 امبير عند تشغيله يمر به 4 امبير يبقى دي شدة الطيار اللي مرت في الامبير طب ما تيجي نشوف معامل القدرة قال لي ان معامل القدرة الوحدة وان معامل القدرة يساوي الوحدة على طول كوزاين فاي تساوي واحدة تمام كده طيب والمطلوب احسب ما يلي تعالى نشوف اول مطلوب وتاني مطلوب اللي هما ميدهم لي في المثال وبعدين نرجع نحلهم مع بعض زي ما تعودنا على الورق بتاعنا تعالى بيقولك ايه المطلوب قدرة هذا الجهاز الف قدرة هذا الجهاز طيب المطلوب التاني بقيمة الاستهلاك للطاقة الكهربية امتى يا فندم اللي خلال 20 ساعة اه مقدرة بالوحدة التجارية اوعد خاف من الكلمة اوعد خاف من كلمة مقدرة بالوحدة التجارية ما هي الوحدة التجارية ايه برافو اللي بقول ايه كيلو وات ساعة هو دي الوحدة التجارية تمام لان الولد الشاطر اللي قال انا بسمعها وبشوفها في استهلاكي في فاتورة الكهرباء هي دي الوحدة التجارية تمام لازم نبقى واخدين بالنا من النقط دي طيب احنا ممكن نبدأ ازاي في الحل بتاع المثال اول حاجة هو طلب منك حساب قدرة الجهاز هنقول له نطلع بياناتنا في المثال الاول تمام نشوف مع بعض هنعمل ايه اول حاجة اعمل لي المسودة بتاعتك كده اللي هي بتبقى على جنب اللي هنكتب فيها المعطيات قالك ان جهد تشغيل الجهاز 220 فولت صح كده طيب الجهاز مر فيه طيار قيمته 4 امبير صح كده صح طيب هم دول بس اللي قالهم لك في المعطيات لا ده قال لي ايه وان معامل القدرة يساوي الوحدة برافو عليك اللي افتكر معايا الكوزين فاي بص انا يعني هكتبهولك لوحده كده بحيس انه ايه واخد بالك منه الكوزين فاي اهوة يساوي واحد الكوزين فاي يساوي ايه يساوي واحد تمام طيب ايه اللي كان مطلوب قال لي احسب قدرة هذا الجهاز يعني عاوزي البي على متين استفهام كده عشان نبقى فاهمين احنا هنعمل ايه تمام وقال لي احسب برضو الاستهلاك الاستهلاك عندي او القدرة مقدرة بالوحدة التجارية عاوزي الاستهلاك بتاعه امتى برضو لما كان عدد ساعات التشغيل ساعات التشغيل كانت كام كانت عشرين ساعة تمام كده طيب نبدأ نشتغل مع بعض اول حاجة هنقول له اولا حساب قدرة الجهاز تمام كده ادي اول ايه مطلوب طيب هي قدرة الجهاز كان بتساوي ايه الولد الشطر اللي قال البي في البي صح كده البي تساوي البي في الاي تمام ما هي القدرة فعلا تساوي البي البي تساوي البي في الاي بس امتى لما ما يكونش مديني معامل قدرة ده هو بيقول لي ان في معامل قدرة هقول له ايوا كده برافو عليك ارجع للقانون يعني القدرة نكتبه كلامي الاول القدرة تساوي الجهد اللي هو مدهوني جهد التشغيل في شدة الطيار اللي قال لي مر في الجهاز صح كده في معامل القدرة في معامل ايه شباب القدرة طيب يا مستر انا عاوز قانون بالرموز او بالحروف الانجليزية زي ما تعودنا يبقى نقول له ايه هي القدرة مش رمزها بي صح كده يبقى البي تساوي ايه شباب برافو الفي اللي هو فرق الجهد او جهد تشغيل الجهاز في الطيار اللي هو او شدة الطيار اللي مرت في الجهاز او الطيار اللي مرت في الجهاز اللي هو رمزه اي في برافو عليك اللي بيكمل القانون بيقول لي كوزاين فار طب ما تيجي نعوض بقى كده ايه دي المتين وعشرين اللي هو ايه جهد الجهاز صح كده ايه المتين وعشرين وعندي ايه كمان عندي هنا انه الطيار اللي مرت فيه الجهاز كان اربعة امبير صح كده تمام ومعامل القدرة كام قال لي ان معامل القدرة كان بيساوي الوحدة يعني فيه واحد تمام تطلع معايا كام تطلع 8800 اه تطلع 8800 ايه بقى الولد الشاطر اللي كان بيقول لي ان وحدة قياس القدرة كانت ايه في الوحدات اللي احنا شفناها واط صح كده ممكن والله تختصرها وتكتب الو بس لان هنشوف جدول بعد كده بيقول لي ان كلمة واط احنا بناخد منها حرف الو القدرة اخدنا منها الباور اخدنا منها البي صح كده طيب نكمل تاني هو انا كده خلصت المثال بتاعي لا يا فندم ما خلصتوش لان هو بيديه لك مطلوب تاني كان بيقول لك في ايه قيمة الاستهلاك صح كده للطاقة الكهربية خلال 20 ساعة يبقى نقول له ثانيا اخليك منظم كده وقول له ثانيا علشان يبقى عارف ان هنا انت حسبت له اول طلب هنا انت بتتكلم على المطلوب التاني تمام طيب نعمل ايه بقى بيقول لي ثانيا قيمة الاستهلاك قيمة الاستهلاك للطاقة الكهربية امتى خلال 20 ساعة يعني ايه يعني ما هوyi الاستهلاك قدرة صح كده يبقى عندي هنا هنقول له ان القانون والله كان بيقول ايه كان بيقوللي ان في شرط تكسر كبيرة كتا بيقول ايه القدرة اللي هي حساب قدرة الجهاز القدرة للجهاز تمام في ايه هنضرب في عدد ساعات تشغيل الجهاز نضرب في ايه عدد ساعات تشغيل الجهاز وعدد ساعات تشغيل الجهاز هنا اللي هو كان من الدهوني كام رافو عليكم اللي فاكرين المعطيات كان من الدهوني عشرين فهنا نقول عدد ساعات انا بكتب لك القانون علشان تحفظ عدد ساعات التشغيل تمام كده على كام الف ليه بقى على الف علشان تطلع بالكيلو واط ساعة طب ما تيجي نعوض كده مع بعض هنعوض مع بعض كده زي الشطار هتلاقي بيقول ايه انه القدرة للجهاز او قدرة الجهاز انت جبتها بكام مش جبتها بتمن تلاف وتمنمية صح كده طيب هتشغل كام ساعة هنشغل كام ساعة هنشغلها عشرين ساعة يبقى هنضرب في عشرين صح كده ونقسم على الالف يبقى احنا هنا هنحسبها بالايه الكيلو واط ساعة لما نيجي خلصها التمن تلاف تمنمية في عشرين على الالف ها على الالف هتطلع معايا بسبعتاشر وستة من عشرة ها الولد الشاطر اللي هيقول وحدة القياس سامعك برافو عليك اللي هي كيلو واط ساعة ودي اسمها ايه يا شباب الوحدة التجارية ها اتفهمت كده برافو عليكم نرجع تاني نشوف عندنا ايه بعد كده عندي تاني وحدات قياس اسمها الكولوم بقى وبعض وحدات القياس التانية الكولوم هنا عندي طبعا فيه الكولوم وفيه الهيرتز والهينري دي وحدات قياس اخرى وبعد كده عندي وحدات قياس تخص الاضاءة اللاكس اللومين دي وحدات تخص اه شدة الاضاءة والفيد الضوئي وكسافة الفيد الضوئي فدي برضو لازم نبقى عارفينها علشان انت تخصصك طبعا بتدرس التركيبات الكهربية في مادة التركيبات الكهربية وهيقابلك بقى اللاكس والشمعة واللومين والحاجات اللي هي وحدات القياس القصة بشدة الاضاءة وكسافة الفيد الضوئي وهكذا تمام نشوف مع بعض كده الكولوم الكولوم بيقول ايه هو وحدة قياس الكمية الكهربية ويساوي كمية الكهرباء التي تنتقل في الثانية الوحدة بمرور طيار سابت شدته امبر واحد واحد يقول يا مستر هو الكولوم ده يعني ايه وحدة قياس الكمية الكهربية فاكر الشحنة اللي انت تعلمتها في الفيزياء مش الشحنة كانت وحدة قياسها الكولوم صح كده ما هي كمية كهربية كمية كهربية تشحن بيها موصل تمام او عنصر من العناصر يبقى هنا عندي الكولوم هو وحدة قياس الكمية الكهربية او الشحنة الكهربية ويساوي كمية الكهرباء التي تنتقل في الثانية الواحدة بمرور طيار ثابت شدته واحد امبير تمام طيب هو الكولوم ده اقدر احسيبه يا مستر قال لي قلت له اقدر نحسيبه ازاي لانه هو بص بيقولك ان الكولوم ده كلمة كولوم بالانجليزي اخدنا منها برضو يا شباب اخدنا منها حرف السي طب ايه بقى الاي في تي جات منين جات منين طيار في زمن اقولك ارجع للتعريف يا فندم على طول خليك شاطر كده وركز معاي ارجع للتعريف بيقولك ايه انه هو كمية هو واحدة قياس الكمية الكهربية طب يعني بيساوي ايه برضو بيساوي كمية الكهرباء ما هو كمية الكهرباء دي اللي هي طيار صح كده كمية الكهرباء التي تنتقل في الثانية الواحدة ادي زمن هو بمرور طيار ايه سابت يبقى ضربنا الطيار في مين في الزمن تمام كده تمام الفراض الفراض برضو كلمة بالانجليزية وبناخد منها حرف الاف وده وحدة قياس برضو طب بيساوي ايه وحدة قياس السعة الكهربية او سعة المكسف الكهرباء يساوي سعة المكسف الكهرباء يبقى حضرتك لما بتروح القسم كده في الصف الاول لما عملته دوائر التوحيد في توحيد النص موجة والموجة الكاملة في صف الاول كنت بتعمل ايه في القسم عندك كنت بتعمل ايه بتروح تختار المكسف ذو الكمية المناسبة للدائرة اللي انت بتعملها كنت بتختار المكسف على اي اساس مش كنت بتروح بتقول ان المكسف ده واحد مايكرو فراض مثلا او واحد ملي فراض او مثلا واحد فراض صح كده يبقى الفراض هو وحدة قياس سعة المكسف الكهرباء طب هو عبارة عن ايه برضو نكمل تعرفنا ونشوف هو عبارة عن ايه برضو يبقى هنا عندي بيقول لي يساوي سعة المكسف الكهرباء الذي اذا شحن بكمية كهرباء مقدرها واحد كولوم ارتفع الجهن بين طرفيه واحد فولت وهو وحدة قياس السعة الكهربية وهو وحدة قياس ايه السعة الكهربية طب انا اقدر احسبه ايوة عندي هنا نقدر نحسبه يبقى الفراض بيساوي ايه يا جماعة خد بالك وبقول لك اذا شحنة بكمية كهرباء يعني شحنة يعني اختصار كلمة كولوم كان ايه كان السي صح كده يبقى اقدر اقول ان الفراض يساوي سي على في السي هي اختصار كلمة كولوم او كمية الشحنة الكهربية اللي مرت في المكسف او اللي على اطراف المكسف او اللي تشحن بيها المكسف والجهد اللي على اطراف المكسف تمام طيب الهنري والهنري هنا يساوي الحس الذاتي لملف مقفل يساوي الحس الذاتي لملف مقفل لانه خد بالك الملف المقفل هو الملف هو سلك هو موصل صح كده اي ملف هو سلك يا شباب هو موصل فلو هو عبارة عن سلك مفروض بقى موصل صح كده لو هو عبارة عن سلك مفروض بقى ايه بقى موصل عادي سلك هنمدد به تمديدات كهربية هنوصل به أي حاجة لكن لو ملفوف ومتصل بدائرة مغلقة بقى اسمه ملف بقى اسمه ملف طيب بيقول لي هو يساوي الحس الزاتي لملف مقفل تتولد فيه قوة دفعة كهربية مقدرها واحد فولت عندما يكون معدل تغير الطيار تمام عندما يكون معدل تغير الطيار ويساوي ايه امبير واحد فيه الثانية الوحدة وهو وحدة قياس الحس الزاتي طيب اللومن هنا بقى بدأنا في الوحدات القياس اللي هي تخص شدة الإضاءة اللومن هنا معنى ايه اللومن دوت يقول لي هو وحدة قياس الفيض الضوئي تمام يعني انا في مكان زي الستوديو اللي احنا قاعدين فيه ده هيقول لي ايه كمية قيمة الفيض الضوئي هنا لما تيجي تقسها اما نحتاج نقيس قيمة الفيض الضوئي هنا هنقول ان وحدة قياس الفيض الضوئي للمكان اللي انت قاعد فيه هي مقدرة باللومن طيب بايه تاني او هو عبارة عن ايه وهو يساوي الفيض الضوئي المنبعث بانتظام خد بالك المنبعث بانتظام من مصدر ضوئي تمام من مصدر ضوئي قوته شمعة واحدة او واحد شمعة تمام داخل زاوية مجسمة تساوي استربيديان واحد الله ده احنا هنا استخدمنا الشمعة واللومن سمعنا لفظ الشمعة واللومن والاستربيديان مش ديش الاستربيديان ده كان احد وحدات او احد وحدات قياس للنظام الدولي SI برافو عليه كل فاكر النقطة دي وفكرني فيها برافو عليه طيب اللاكس دي اخر وحدة من وحدات وحدات القياس للاضاءة برده او شدة الاضاءة اللاكس هنا يساوي استضاءة سطح يتدفق منه لومن واحد عموديا وبانتظام في كل متر مربع منه وهو وحدة قياس شدة الاستضاءة تمام يبقى احنا كده اتعلمنا مع بعض ايه النهاردة يا مستر نجيب من الاول كده ونشوف في سريعا كده نلم اللي احنا قلنا النهار تعرفنا على معنى كلمة قياس ومقدار كمية بكمية اخرى من نفس النوع تمام طيب بعد ما عرفنا القياس عرفنا انظمة القياس الدولية عفوا عرفنا انظمة القياس الدولية وبعد ما عرفنا انظمة القياس الدولية ومحتوى او وحدات قياس كل نظام اتعلمنا بعد كده او عرفنا بعد كده الكميات او كميات القياس الكهربية وشفنا انه فيه عرفنا انه فيه الانبير فيه الفولت فيه الاون فيه الواط وفيه الواط ساعة او الكيلو واط ساعة وشفنا كمان اللاكس واللومين والهنري والفراد ودول والكلوم اللي هم وحدات القياس